يا لا إله إلا أننا ألغوا ألغوا خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أن ألغوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم التي تردنا عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض رسائل المشاهدين التي اخترناها من كم هائل من الرسائل وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبرنامج ومن هذا السؤال من المتصلة كاتبة طبعا اسمها ب أحرف لاتينية ما قدرنا نقراها تقول المهم هو السؤال تقول هل يجوز الصلاة باللغة الإنجليزية يعني إذا شخص أجنبي ويريد أن يسلم ويصلي أن يسلم عفوا ويصلي هل يجوز له الصلاة باللغة الإنجليزية وشكرا طبعا لا يجوز الصلاة إلا باللغة العربية باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية غير جائز إذا أسلم هذا الشخص الأجنبي هو ما يعرف العربية يعني يجب عليه أن يتعلمها مو شرط أن يتعلم يعني حتى يتكلم باللغة العربية بل على الأجنبي يعني يحفظ صورة الفاتحة مثلا وصورة صغيرة وباقي أجزاء الصلاة من التكبيرة وذكر الركوع وذكر السجود فقط أجزاء الصلاة أو النية يقولها مثلا يعقدها في قلبه حتى لو يعقدها في قلبه بلغة الأم يعني لا إشكال في ذلك لكن المهم حينما يريد أن يدخل بالصلاة ويرفع إذية للتكبيرة يقول الله أكبر باللغة العربية ولا يجزي أن يقولها مثلا باللغته هو اللغة الإنجليزية مثلا أو عند طريقة ثانية إذا يعني الوقت لا يسع أن يتعلم الصلاة باللغة العربية أن يأتم يعني أن يشوف مثلا واحد يصلي به باللغة العربية وهو يصلي وراء ويسمع من عنده مثلا حتى يتعلم هذا لا إشكال فيه إن شاء الله أيضا في سؤال آخر للأخالي يقول ما حكم البل ما حكم العرف على لعبة اللودو والبليارد هو إحنا ما عدنا إحنا لا ننقل حكم العرف وإنما ننقل الحكم الشرعي المهم هو يقول لعبة اللودو البليارد لعبة المتعارف عليها بإسم الحية والدرج هل هن من آلات القمار نفس الآلة إذا كان يتقامر بها يعني يلعبون بها ولأجل التقامر يعني لأجل أن يضعوا مالا مثلا كقمار اللي يسبق ياخذ في هذه الحالة تكون محرمة وآلاتها كذلك تكون محرمة أما إذا كانت ليست للتقامر يعني هي لم تصنع للتقامر ولم يتقامر بها ولكن ممكن يشتريها يبيحها لأجل خشبها لأجل قماشها مثلا لأجل يعني الأجزاء الأخرى لا بأس بذلك استعمالها بها النحو من البيع والشراء مثلا أو يجعلها منظر مثلا في بيته لكن أن يلعب بها وهي آلة قد أعدت للقمار أو يتقامر بها في هذه الحالة يكون مشكل ولا يجوز وحرام استعمالها أيضا أيضا عدنا سؤال من الأخ محسن يقول الأخ محسن شخص عنده بيتين أحد البيوت مسقط رأسه والبيت الثاني في محافظة أخرى يبقى في المحافظة الأخرى خمسة أشهر ثم يرجع إلى مسقط رأسه وفي كل شهر أو شهرين يسافر إلى بيته في المحافظة الأخرى ويبقى أسبوع أو أقل السؤال السؤال في المحافظة الأخرى هل يتم صلاة أم يقصر لمدة أسبوع أو أسبوعين أو أقل زين هنا بحسب السؤال للأخ محسن هذا الشخص له وطنين عنده بيت في هذه المحافظة أو عنده بيت في هذه المحافظة هذا وطن وهذا وطن الحكم اللي لذي الوطنين أنه في هذا الوطن والوطن الثاني يتم في صلاته ويتم في صيامه كذلك يعني ضابطة السفر لا تنطبق عليه هو رايح مثلا في هذه المحافظة رايح إلى وطنه ولهذه المحافظة هو رايح إلى وطنه عندنا اتصال تفضلي نعم سيد المحافظة أصلى السنة وصمها لرمضان يعني حتى حتى في سبيل نربط إحنا مع السؤال إش قلت إنتي حالتكم ضعيفة أكون وحدة زوجها متوفي شنو اللي جابت لكم إياه؟ المبلغ قال أصلى السنة الزوجها أصلى السنة وصومها لرمضان وصومها لرمضان يعني أجرة 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 صلاة وصوم أي المقصود أجرة الصلاة والصوم يعني كقضاء عن زوجها المتوفي أي لا ما رمضان يعني رمضان هذا الجاي رمضان هذا الجاي تصومي إنتي عن نفسك ما يصير تصومين بنيابة لما يجي سهر رمضان ما يجوز بي صلاة النيابة وإنما واحدي العفوان ما يجوز به الصيام النيابة وإنما يصوم عن نفسه أما باقي أشهر السنة يقدر يصوم براحته تمام عندي السؤال آخر نعم وصلا أصوم سنة كاملة نعم سنة كاملة وتتقدرين تتبعين طريقة إما مثلا قاعدة وحدة يصليين بيها يوم يومين ثلاثة أو تريدين مثلا ويا صلاتك الأدائية أنت صلاتك وياها ورا ما تخلصين صلاتك تقعدين تصليين مثلا الصبح كم مرة الظهر كم مرة العصر كم مرة يعني يومين ثلاثة أربعة لغاية ما تخلصين السنة كلا لا ما يحتاج لا لا ما يحتاج قولي مثلا بالنية أصلي صلاة الصبح نيابة عن فلان يعني هو اسمه أو ما تريدين تقولين اسمه قولي أصلي مثلا مثلا صلاة الصبح نيابة عن صاحب المال لا وصل يعني ما يحتاج لأن الذكرين أمة أو الذكرين مثلا أشياء أخرى ما يحتاج أشكرك نال إذا هم ما شارطين عليكم ما يحتاج إنه تسبحين والله ما أعرف هي هذا اتفاق بين المتعاملين أنت تقدرين السئلين المكاتب تقدرين السئلين المكاتب المرجعية تتصلين بيوم وسئليهم لأنه هو هذا اتفاق بين متعاملين يعني هي أجرة أجرة هي بلي عدي سؤال آخر يا أمرقية لا أشكرك أهلا وسهلا ومرحبا بلي نرجع إلى بلي سؤال الأخ أحمد يقول وصل مسح كل ما عصرتها يخرج منها ماء غامق بغض النظر عن كم أعصرها إيش قد ما أعصرها يقول تطلع من عدها ماء غامق هل أحكم بطهارتها من أول غسلة أم لا طبعا إذا كانت فعلا هاي وصلت المسح متنجسة أو هي مثلا أنت مسحت بيها نجاسة إذا مسحت بيها نجاسة تخسلها ثلاث مرات بالماء الجاري مع العصر يقفي عدنا اتصال دعاء من بغداد فضلي يا دعاء السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي سيد ممكن تفضلوا أي نعم تفضلوا سيد يعني أكو مره يمي نعم أي يعني تنطي فلوس تنطي فلوس بني تنطي فلوس يعني قرضة الداين الوادم لا 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 مو تطي يعني مش بتاعد العالم لا مثل يعني مثل يعني مثل يعني مثل يعني مثل يقول أنا أريد من ينهي بني يعني فوق المية أخذ منها مية يعني تقترضين من عدها يعني تقترضين من عدها اي اي يعني اي مثل ما نقول دين دين بس أنا أطيها فوق المية ثلاثين انت تطيها لو هي تشترط عليك هي تقول أطي لحظة أنا السؤالي ها يعني تقول الطين ثلاثين اي اي هذا ربا محرم غير جائز ربا محرم غير جائز ربا هذا حرام عليها وحرام عليك اذا أخذت انت من عدها بل اهلا وسهلا ومرحبا زي فنرجع الى السؤال الأخ أحمد يقول وصلت المسح هذه كل ما أعصرها يطلع منها ماء غامق وقلنا له للأخ أحمد قبل الاتصال انه اذا هاي وصلت المسح يعني مسحت بيها نجاسة مثلا مثلا قطرات دام او مثلا بول اجلكم الله منها القفيل يعني هي انواع النجاسة ف وغسلتها ثلاث مرات تحت الماء الجاري مع العصر تختلف يعني الصير في هذه الحالة طاهرة لكن اذا مثلا مرة وحدة لا ما تكفي مرة وحدة ثلاثة مرات وتعصرها الصير طاهرة بل عدنا اتصال ام حسين من كربلاء فضليا عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا فضليا مرشي نعم 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 لا 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 نقدر نوصل مو مجهولين حتى نقول نصدق بيها ذول معروفين مو مجهولين بلي بلي ايه لا نعرف اسم الخندق بلي احسنتم اذا نقدر نستعملها بالبيت لا 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 ما يصير لان يحتاج الى اذن ما للغير يحتاج الى اذن صاحبه حتى نقدر نستعمل به ايه واحنا ما عندنا اذن يعني انتي ما عندش اذن في انه صاحبها اذن انه تستخدمين هاي سيتينا ايه بالي فميصر تستخدميها الا باذنه نعم اهلا وسهلا ومرحبا يا محسين نعم زين ام نرجع الى الاخ احمد اذا من اول غسلة او عصره ميصر وانما ثلاث مرات تحت الماء الجاري بعد ذلك يطلع من عندها ماء غامق غيره هذا مو اه يعني ما كو اشكال به المهم تحت الماء الجاري ثلاث مرات اه هذا اذا مسحت بها مكان نجس اما اذا مسحت بها مكان مو نجس ليس نجسا فا وتريد انت فقط بس تريد تغسلها تغسلها مرة وحدة بالماء الجارية حتى لو مرة وحدة كافي عدنا اتصال ابو صلاح ابو فلاح نعم ابو فلاح من الناصرية الظاهر انقطع الاتصال مع ابو فلاح ان شاء الله يعاود معنا الاخ خحسين مهدي يقول فيه سؤالة انا صعدت في كية ونسيت ادفع الكروة من نزلت وراح ابو الكية يا الله اذكرت شنو الحكم الحكم بسيط اذا تعرف هذا ابو الكية اش وقت ما تصادفه تنطي الاجره اللي انت نسيت ما تعرفه وضع عليك فادي مرة تصدق بها عن قول هاي صدقا نيابة عن صاحب الكية عدنا اتصال من باب الام زهراء شونك سيد يا اهلا وسهلا ومرحبا بيتي عم زهراء تفضلي سيد تتبيحة فاطمة الزهراء سيدتي ومولاتي عليه السلام نعم عليها أفضل السلام نعم لما اصل صلاة الظهر و العصر يعني من اتمل صلاة الظهر و العصر تتبيحة لو بين الظهرين اتتبيحها كيفك كيفك تريدين تريدينًا من تخلصين صلاة سبحين تريدين وراء كل صلاة السبحين وين كان الأفضل دبر كل صلاة يعني ورا ما تخلصين أي صلاة مثلا ظهر سبحت وراها العصر سبحت وراها يكون أفضل إليك والديك أهلا وسهلا ومرحبا بيك أم زارع نعم زين علي أبو محمد يقول في رسالته يقول زوجتي في الشهر الثامن من الحمل وبقى عليها خمسة أيام من رمضان يعني هي مطلوبة خمسة أيام من رمضان فما هو حكمها في هذه الحالة زين إذا مثلا لنفرض الآن في هذا السؤال في وقتنا الحالي مثلا باقي عن رمضان تقريبا ثلاثة أشهر نحن الآن في جماد الأولى بعد عندنا جماد الثانية وعندنا رجب وشعبان ثم رمضان معاودة الاتصال أبو فلاح من الناصرية فضل يا أبو فلاح أهلا وسهلا ومرحبا فضل يا أبو فلاح عليكم السلام ورحمة الله سيدنا أنا بياع شراي أشتبه نعم مرات أنا أسافر عبري بالسيارة نعم ومرات أنا أسوقا صلاتي وشون يعني قصور لو تام بالشهر الواحد إيش قد السافر كم مرة بالشهر الواحد يعني مرات أسافر خمس مرات مرات ستة مرات مرسيا مرات يعني مرات أروح أجر سيارة وأصعد عبري ومرات أنا أسوق هسا سواء كنت أنت السوق أو تصعد عبري يعني بالشهر خمس مرات أو ستة مرات إيش بالشهر خمس مرات إذا من محافظة إلى محافظة نعم يعني نقول خمس مرات بالشهر يعني روحة مرة وجاية مرة ثانية خمسة في ثنين يعني يصير عشر مرات بالشهر الواحد لأن السفرة عندنا إحنا تنحسب الراحة تنحسب مرة والجاية تنحسب مرة فيصير المرتين فإذا خمس مرات يعني عمش عشر مرات بالشهر هذا إنتش قد تستمر هذا شهر واحد بس له أربعة شهر عملك على طول مو عملي على طول إذا كان عملك على طول وبهل الوتيرة هذه يعني معناها أنت كثير السفر صلاتك وين ما تروح صلاتك تمام تمام بل يسموه كثير السفار أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أبو فلح نرجع إلى الأخ علي أبو محمد ويقول أنا زوجتي حامل بالشهر الثامن وبقى عليها خمسة أيام من رمضان مطلوبة يعني بهذا المعنى فما حكمها تقدر إذا تقدر الآن وهي بشار الثامن إذا تقدر الآن بهالوقت تقدر صومهن ذن الخمسة أيام بها ونعمة ماكو إشكال وماكو مشكلة أما إذا ما كانت تقدر تصومهن يعني يرهقها باعتبار هي الآن في أشهر الوضع يعني ممكن أن تضع في أي وقت بالثامن بالتاسع ممكن تجيب يعني يسموها الحامل المقرب ما عليها صيام الحامل المقرب ممكن تأجل عفوا ممكن تأجل صيامها أنا قل الصلاة وإنما هي صيام ممكن تأجل صيامها لغاية ما تنجب في هذه الحالة إذا كان بالإمكان أن تصوم تصوم أما إذا كان ما بإمكانها أن تصوم تأجله لغاية ما بعد الإنجاب إذا بقى من رمضان إحنا ساعدناه يعني مسافة عدنا جماد الأخرى جماد الثانية عدنا رجب عدنا شعبان ثلاثة أشهر لغاية ما يوصل الرمضان الثاني يعني عدها مجال تقضي هذه الخمسة أيام عدنا اتصال أبو يوسف من أم يوسف بلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بيتي يا أم يوسف أهلا وسهلا بيتي سيد تفضله سيد أم 65 سنة نعم قبل ما أصوم أو أصوم وفتقطع يا أم ولادة أو حامل هم ما يخلونها أصوم بلي هسا استقررت في الصيام من أربع سنة 94 الهسا هي متمررة في الصيام نعم وفت من هذه السنين 8 شهر نعم هي ما تعرف زي قد مطلوبة قبل ما تعرف بلي ما تعرف زي قد مطلوبة وفت بس 8 شهر تستمر سيد في الصيام هي سيرة بالعمر طبعا هي يا أم يوسف هي طبعا البنت تكلف بالتاسعة من تكلف بالتاسعة يصير عليها الصيام واجب فهي خلي تحسب مثلا من التاسعة إلى الوقت اللي قامت تصوم بي تشوف إش قد هذه كم سنة أو تقضي فلربما هو هواية يعني أكثر من 8 مرات أو 8 شهر صح هي الـ 94 يعني تحديدا هي تحددناها تقدير يعني هي ما تعرف ما تعرف الآن هي قادرة على الصيام لو صارت مرة شبيرة بعد ما تقدر شبيرة والله سيد يعني هذا يكملنا 8 شهر بالي في هذه الحالة يجب عليها الفدية واللي هي مقدارها مقدارها عن كل شهر عن كل شهر من ذني اللي ما صامتهم 22 كيلو ونص يعني كم سنة استعمال كم سنة فدية هي تحسب اخوانا ما أعرف هي تحسب من سن التاسعة زين إلى مثلا السنة اللي قامت تصوم بيها شوفها كم سنة هذه عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة ما أدري أنا هي بعد تحسب زين عفو سيد سمت الفدية المؤسسة الفقير من الفدية تستحقها هي الفدية تعطى للفقراء بس إذا أنتوا عندكم موثلة مؤسسة أنتوا مطمئنين إلى أنه هاي المؤسسة تاخذ مثلا الفلوس وتشتري بها طحين أو طعام وتنطيها للفقراء إذا أنتوا مطمئنين لهذه المؤسسة فانطوها انطوا للمؤسسة بل إذا ما تعرفون إن تقوموا بهذا العمل أو تروحون للوكيل وكيل المرجع اللي أنتوا تقلدوه نعم تروحون للوكيل وتقلوله مثلا يا با هذا فدية تأخير القضاء ما للصيام وتطوهية بعد ذلك هو يتكفل بالموضوع العفو سيد يعني كل سنة زياد تتفع كل سنة يعني المقصود بالشهر شهر رمضان الفائت كل كل رمضان تدفع 22 كيلو ونص من الطحين أو من التمر مثلا من هالقبيل 22 كيلو نص عن كل شهر شهران يصير 45 كيلو هذا شي بالطريقة يعني أربعة أشهر يصير 90 كيلو من هالقبيل واتحس بي بعد أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أم يوسف أمان أو أمين الأخ أمين يقول لو الشخص أحرم للعمرة من مسجد الشجرة هل يمكن أن يسافر إلى مكة بالسيارة أو القطار اللي يعتبر أنه تضليل وهذا مكروه هو يقول يعني هذا مكروه وإن ذهب للفندق في مكة قبل القيام بالعمرة هل يعتبر تضليل نعم طبعا هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء هناك من يرى أن التضليل من الشمس يعني في النهار فقط بالليل ماكو تضليل فشوف المقلدين مالذاك العالم لما يحرمون من مسجد الشجرة ينطلقون بالليل إلى مكة ويدخلون الفندق وماكو أي إشكال وما عليهم كفار التضليل وهناك عالم آخر يرى أن التضليل من السماء يعني سواء كان نهار أو ليل نفس الشي نهار أو ليل نفس الشي فإذا ركب سيارة لازم يكون يدفع كفار التضليل هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء عندنا اتصال أحمد من بابل تفضل يا أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسألا ومرحبا تفضل يا أحمد نعم يعني اشتغل على الخط كربة لحلة اي تصعد يا عبرية بلي لكني أصعدت وياي مرأة نسأل العلاج مالتها ومشت وبل بالسيارة خل وين أود دي هسا العلاج يعني تشيس موجود بأدوية مو تمام تشيس بأدوية ايه اي زين هذا مستعمل لو ما مستعمل قسم منه مستعمل قسم ما مستعمل زين ومهي المراهي ما تعرفها انت ولا هي أجت سئلة لا لا أجت ولا أعرفها ولا تعرفها انت تروح تشوف هذا مثلا تروح إلى صيدلية مثلا من الصيدليات بلي تروح إلى صيدلية من الصيدليات لا ما أعرف أحمد خليك وياي بلد على التلفون عيف للتلفزيون عيف التلفزيون خليك وياي على الهاتف خليك وياي على الهاتف فتروح الى صيدلية زين وتقول لهم يا با هذه انطوها صدقة الى اي فقير يجي يجيكم ما عنده فلوس هاي الادوية انطوها صدقة او تبيحها مثلا وتاخد الفلوس وتطيها صدقة الى احد ال بالي رحت الصيدلية وقلت لهم خليه خلتدي مواقف هذا الشي وحطها بالمواقف ايه بعنوان الصدقة ما يخالف تكترنت مثلا تطيها للمواقب اللي يطوها للزوار كصدقات لا بأس بذلك ماكو اشكال البل عندك سؤال اخر اخ احمد اهلا وسهلا ومرحبا بك سؤال من ام منتظر تقول وقت نافلة الظهر هل هو قبل دخول الوقت ام بعد دخول الوقت وقت النافلة يكون بعد دخول الوقت مو قبله يعني من يأذن لصلاة الظهر عند ذاك المصلي يصلي نافلة الظهر ما يصير قبل الاذان تصليها مثلا صلاة نافلة الظهر وانما تصليها بعد دخول الوقت يعني بعد الاذان يسموه الوقت الزوال مثلا مال الظهر يسموه بعد دخول الوقت يعني معناها صار زالت الشمس لان وقت صلاة الظهر هو عند زوال الشمس عن التعامد لما يكون الشمس متعامدة على الارض شوية زالت الى جهة الغروب هنا يصير وقت صلاة الظهر ويصير بيه وقت نافلة الظهر لما نقول احنا قبلها يعني نافلة الظهر قبلها ثمانية ركعات يعني معناها قبل قبل ان تصلي الظهر مو قبل الوقت وانما يدخل الوقت وتجب صلاة الظهر يالله بعد ذلك واحد يصلي نافلة الظهر عندنا اتصال من اديالة ام زياد ام زياد من اديالة اهلا وسهلا ومرحبا فضلي يا ام زياد سيد انا نعم نعم عيدي سؤالك من البداية ما سمعت ام زياد ام زياد ولا وصير زحمة عليك عيدي سؤالك من البداية حتى افتهمه سيد بالسارع انا واحد يجعل بيش زوالي وخذك من عنده انا بقيت زولية نعم واحد يبيع زوالي انتي اخذت من عنده زولية نعم اي جهت ضل يطلبني خمسة الاف ضل يطلبش خمسة الاف نعم اي بشان تطلوطه انا ما قادر ام اي اي ولا رجع مرة ثانية للمنطقة حتى تقدرين تطهي زين اذا عجزتي تماما عن العثور عليه اتصدقي بهاي الخمسة الاف نيابة عنه تنطيها الصدقة نيابة عن هذا الرجل اللي بيع زوالي بل يعني بعد ما عاليت دنيا لا شنو ما عاليت شي انتي المجرد شان يطلبش الرجال نسوا وراح لهلة وما رجع بعد مرة ثانية وانتي دورت عليا وما لقيت فانطي هذه الخمسة الاف صدقا نيابة عنه اهلا وسهلا ومرحبا طبعا الشيء بالشيء يذكر احنا احنا اجبنا ام زياد وان شاء الله هي تسمعنا من خلال شاشة التلفزيون اهلا ينبغي ايضا اكفد شيء اخر المفروض نقوله انه لو فرضنا هي اشالة الخمسة الاف وانطدها صدقا نيابة عنه وورا تاميوم رجع هذا اجا الرجال وقال يابا انا اطلبكم خمسة اهلا المفروض عليها وانزيادها من الشيء الخمسة تطي اه لان هي مطلوبة تنطي هي وذيك الخمسة اللي انططها صدقة رح تنحسب عنها هي عن نفسها مو عن ابو الزوالي هذا شيء جانبي حبينا انذكر للفائدة عندنا اتصال ابو علي من كربلاء السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله ابو علي الله ازرك بالسشاء سيد ومولات كفاتم الزهر اعظم الله لكم الاجر ان شاء الله والله ام ربي ورحمكم الله يحليك ابو عدي اذنك اتفضل ابو علي اذنك السعاد نعم قال هاليام امر بازمة صحية نعم عندك كل العافية ان شاء الله والصحة ازمة صحية وشنة من زوار كل خميس ازوار الحسين عليه السلام هذا كل خميس المضماز اعتذرت من عنده نعم و اعتذرت من عنده هاي وحدة ووحدة الثانية اصلي صلاة الليل من جلوس اصلي بفد الشفع والوتر اصليها من جلوس الشفع والوتر وكذلك اصلي ايام الاهمة ايام الاهمة على مدة الاسبوع اصلي من جلوس ما اعقد رجوع وعنوات دول بيهم اهم جلوس اصليهم هذا جانب لحظة أبو علي بس نجاوبك على هذا حتى لا ننسى أولا نتمنى إلك الشفاء إن شاء الله من أزمتك الصحية وتقدر أنت إذا كنت من رواد زوار الإمام الحسين عليه السلام وما تريد تنقطع تقدر تتوجه من مكانك إلى الإمام الحسين عليه السلام وتزور أيضا مو فقط بالسلام الزور حتى من مكانك تقدر الزور أما صلاتك من جلوس كل الصلوات المستحبة تقدر تصليه من جلوس حتى لو ما بيك شي أي كل الصلوات المستحبات كل الصلات المستحبة تقدر تقدر تصليها من جلوس حتى لو ما بيك شي حتى لو ما عليك شي توضحت هذه أما صلاتك عن والدك ووالدتك إذا كان نيابة عنهم ما فاتهم يعني قضاء لا ما يصير صلي من جلوس لازم يكون من قيام وعنتم كذلك جزاك الله خير عندك سؤال آخر بلي نعم تفضل تفضل أنت الآن على الهواء مباشرة سيدنا مرات أكون سان مثلا في يوم من الأيام مثلا فيه بديله وانت بديله وصار بيناتك مثلا الجفاء نعم صديق وجافيته لا تقدر بحق تروح حكم الشمين هذا شون ابتد مثل شون استبراء من عنده ماتي هو منطقة ديرة بعيدة والتبيرة بعيدة من أقاربك صديق كذا تستغفر لأخلك يعني يعني ما ممكن الاتصال بي حتى مثلا ما بابدا أبدا لا هو لا قرايبة لا غيره أي نعم وتطلب وتريد من عنده براءة الذمة نعم وهو بعيد عليك مثلا ما فيك على تبعي لازم في هذه الحالة تجتهد إذا تريد براءة الذمة تجتهد للوصول إليه لازم تبذل الوزع للوصول إليه مع ذلك أجزت عنه خلص إذا أجزت استغفر الله أنت قول أستغفر الله وربي وأتوب لك لا ماكو غيرها طريقة هذه أنت تستغفر النفسك بس نعم أي ماكو غيرها العمل هذا وإلا براءة الذمة إيه لا بأس بذلك ما يخالف لكن إذا مسألة تختص ببراية الذمة لازم يكون هو يقل لك مبر الذمة زين سيدنا من تشيلة مثلا تعال براية الذمة قالك تعال شم تسوي لي إلا شوال بلي بس تقل لك بريد الذمة مو شرط مو شرط مو شرط يعني تقل لك مثلا شم تسوي مو شرط إنه فقط بريد الذمة أو هاي هي مو شرط إلا تقل لك أنا شم سوي بيك مثلا أو شقايل لك هذا فضول هذا هو يقل لك مبر الذمة خو يقل لك مثلا مبر الذمة وهذا من الكرم إذا إلا تقل لك مو شرط إنت مو واجب عليك تقل لك ني بالي مو واجب عليك يعني مجرد وإذا ما أبرعك الذمة إذا ما قلت لك إلا أقل لك وما أبرعك إيه هذه إنت تقل لك إبراء الذمة مثلا هذا شيء ممكن إنه لأن الإنسان شنو اللي عنده بهذه الحياة يعني مجرد مجرد إنه بس يعني خطوتين وإلى القبر بعد ذلك كل الناس هما أي كل الناس هما مصيرهم بعد ذلك إلى القبر لازم يعد إلى آخرته إعداد للآخرة أنه أخوانه أصحابه اللي مثلا كانوا إياهم بينه وبينهم معاملة يقولوا له إبرينا الذمة إبراء الذمة هذا شيء مستحب ما بيشي جزاكم الله خير عندك سؤال آخر يا أبو علي شكرا تزيلا سيدنا ممنون على المحاول أهلا وسهلا ومرحبا بيك نبالي نرجع إلى أسئلتنا نعم حسين الأخ حسين هيثم هذا هو اسمه يقول كنت بالصلاة والجبهة نزفت دم يعني جبهتها نزفت دم هل تبطل الصلاة؟ لا لا تبطل الصلاة يقدر مثلا إذا كان دم قليل يعني وصلك لنسى مثلا شيء جبيرة يضبرها وبعد ذلك إذا أراد يسجد يسجد على الجانب جانب الجبهة أو المكان اللي ما بي هذا النزيف أو الجرح مثلا يحط جبيرة عليها ويسجد على الجانب الذي ليس فيه ذلك الجرح أو ذلك الدم عندنا اتصال صلاح من الديوانية أبو صلاح عفوان من الديوانية أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أبو صلاح اتفضل مولانا عنده بالنسبة لها صلاة الغفيلة هاي بين المغرب والعشي أي نعم صلاة الغفيلة شبيها مولانا أنا ما عارف بيش في هاي الآية الآية ما زنون ما عارفها ما حافظها تعرف تقرأ لا لا انت تعرف تقرأ مو ها قرأ مو ها قرأ كل شيء لا يعني اذا مثلا لوحة قدامك ومكتوب بها الآية ما تعرف تقراها مو كلي شكراتي تمام اه تقدر تتعلمها تتعلم هذه الآية يعني تقل للواحد يا با تعال علمني ياها علمني مثلا شون اقرأ وذنون مثلا الى اخره اه او عنده مفاتح الغيبة مثلا هذن الاتين اللي تنقرأ بالركعة الاولى وبالركعة الثانية اتعلمهن اذا تريد الصل صلاة الغفيلة اتعلمهن واذا عجزت عن التعلوم فنافلة المغرب اربع ركعات تصلي ركعتين ركعتين بعد صلاة المغرب هذا كافي بس مو اذا صليت ركعتين مو بالآيتين ما تسمى صلاة الغفيلة تسمى نافلة المغرب ان شاء الله ان شاء الله ابو صلاح اهلا اهلا وسهلا ومرحبا بيك ابو صلاح نعم نرجع الى الاخ حسين اللي يقول الجبهة يعني خرج منها دام صار بيها نزيف هل تبطل الصلاة قلنا له لا تبطل الصلاة وتجعل جبيرة على المكان اللي نزف من عند الدن وتكمل صلاتك هذه اما اذا كان نزيف قوي يعني كثير من الدماء هنا تصمت عن الكلام وما تحول وجهك الى يعني عكس القبلة وتقدر انت تغسل وانت بمكانك او شوي تتحول عن مكانك تغسل هذا الدام وتضع الجبيرة وترجع مرة ثانية الى صلاتك وتستأنف يعني من من وين وقفت تكمل الصلاة الى نهايتها هذا اذا انت ما جيت او ما جبت شيء من مبطلات الصلاة اللي هي مثلا استدبار القبلة او مثلا الغفوة او الاغماء او خروج الريح مثلا الى اذا ذن كل ما جبت زين انت فقط تغسل هاي المنطقة مال الجبهة وترجع الى صلاتك اتكملها عدنا اتصال حميد ديالة حميد من ديالة تفضل اخ حميد اهلا وسهلا ومرحبا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل اخ حميد نعم نعم حميد محمود السيد ديالة اخ حميد خليكم تواصلوا ياي عبر الهاتف وترك التلفزيون حتى الوقت تنوفر بالوقت تفضل اخ حميد انت الان على الهواء مباشرة من الهاتف توجه لي للهاتف فقط عيف التلفزيون انا داوم بالرطبة نعم نعم و انا داوم هناك عشرة واجهناها عشرة مهلي اي اي هناك بالطريق تقصر بالطريق نعم تقصر بالطريق اذا انت كنت هذا بالرطبة مقر وبيتك هاي سوما ذو الوطنين في هذه الحالة انت اتم صلاتك سواء بالمقر مالتك بالرطبة او ببيتك تمام لكن بالطريق اذا صادفتك الصلاة تصلي قصر ممنون الله يخليك يا عزيزي اهلا وسهلا ومرحبا رحمة الله اهلا وسهلا بك نعم وصلنا الى ختام وقت البرنامج ما بقعدنا الشيء الكثير ان شاء الله نترك كل هذا الاسئلة واتصالات المشاهدين الى حلقة يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة